بسم الله الرحمن الرحيم هنشرح هنا حاجة جديدة ازاي اعمل دبلوي للأوفيس بتاعنا على جسد الموظفين انا ممكن استخدم جروب بوليسي تمام واطبقه اوتوماتيك على اليوزر بس انا هنا هشرح ازاي اعمله دولود لو معليش سورس بتاعه وازاي اعمله دبلوي او انشوره على جسد الموظفين انه الموظف يعمل كريكا عليك طبعا انا هبقى اعمله بسم الله الرحمن الرحيم اللي هنزي عند الموظف ورد ولا اكسيل ولا اكسيز حسن ما انا عايز تمام وحاب ام اه مذبطي بالمشن بتاعتي وصلاحيات بتاعتي فاللو انا هعمله دلوقتي ممتاز بساطة انا هحتاج دبلوي من تلولز بتاعتي واحتاج اعمل Customization للسورس بتاعي فالي انا هعمله دلوقتي هدخل انازل Deployment Tools بتاعتي بص انا في المساء بتاعي هشرح 2019 تمام هدخل اهو Download Office Deployment Tools واللغة اللي انا هشتغل بيها وحاوله Download مشاكتا من كده لبقى دي اول خطوة عملتها ان انا حضرت Deployment Tools بتاعتي العملية سهلة وبسيطة جميعا ما فاش اي حاجة تمام وانت زي ما احنا قلنا ممكن تزبطها انك تحط الباتش فايل اللي انا هعمله في الاخر Go Entry Group Policy ويتسطى بعد جلس الموظفين ادي ال Deployment Tools هي بتاعتي ملافل XE وفكيته ادي الحاجات اللي جواه بص جواه Configuration فايل زي شايفينها دي اللي هي Samples بتاعتي انا حبدأ اغيرها وملف Setup بتاعي تمام ادي Samples بتاعتي اهي انا حبدأ اعمل واحد جديد دلوقتي معاكم خطوة خطوة هتلاقي العملية سهلة قوي وعد اتفاجأوا ان المايكروسوفت هي اللي بتقدم الفايل اللي انا هشتغل عليه دلوقتي اللي انا هعمله هدخل على Configure بمنطقة البساطة بمنطقة البساطة دي Tools او ال Online اللي مايكروسوفت عطيها هالي عشان اعمل Customization بتاعي لو انت لك Account هتعمل Sign In لو ملكش هتقول له ايه Create New Configuration على طول مغال Sign In هيبدأ يسألني انت عايز ال Office هتنزله 32 او 64 تمام على حسب ال Configuration بتاعتك على حسب جهاز ال User هيسألك بعد كده طب انت لو تنزل انا Office 365 بنوعين بتوعه ولا 2019 حسب ما انت عايز طب انت عايز فيزيو ولا لا عايز Project ولا لا حسب احتياجاتك بالكامل على حسب ما انا هختار هنا جماعة هو الوحده هي Create New Configuration اللي انا هستخدمه في عملية Installation بتاعتي ال Automatic تشتغل من غير اي تدقل لـ User ادي انواع ال Base وهيه لو انا عايز هو انواع Project Version بتاعته انا هنزل تحت هي على ال Application عندي كمان تمام قال لي طب انت عافل سعطاشن في كذا version انت عايز انو version فيهم تمام انا سيبت وترويه هنا بقى ال Application نفسها هتعايز Access ولا لا هتنزل ال User عايز ملف ده فيه علادات ال Outlook لا لا ال OneDrive لا انا هنا عشان الشرح بتاعي وعشان احتاجات الشغل في الغالب بتبقى ايه Word, Excel, Outlook تمام اختارت تلاتة دول بس هايثاني بعدها انو لغة تمام بتاعت ال Office ساعتادة الممتعة هاختار بس هاختارة ال English وحقول له Next اعايز اكتشنا هايز انو بساعته انو بساعته العربي بعدها هقول له next هيدخلني الخطوة اللي بعدها هيدخلني الخطوة اللي بعدها هيا دي 4x ايه هي اللي ما قلتها هختار هقول له next ثانية بعدها طب انت هتسطب من اين? فهنا هحتاج الباص بعد اللي انا هخش اشاور عليه في الباتش فايل بتاعي اللي انا هبقى الفولدر انا مشاير فيه فهنا دلوقتي هروح عندي اكارية الفولدر اللي هيبقى الشير اللي انا هعطته جواه الملفات بتاعتي بتاعتي هسميه مسلا اوفيس 2019 اهو وهبدأ اشاير الفايل الفولدر ده شيرنج عادية خالص تمام مين السلاحياته ايه? انا مسلا انا هتدي له افريوان وريد بس ان كل الناس اللي الحق انا هتقرأ الفولدر ده هدي افتح هنا اقول اد يبقى كده انا هعطته الصلاحيات ايه اريد احقول له دان انا كله عايز الاسم ده شانا هحطه الباص ده شانا هحطه في اين? هحطه في بتاعتي اهو هاخد اهو الباص بتاعي كوبي واروح هرجع تاني للصفحة بتاعة هحطه بس جواني. يبقى كده اقول له هو ده الباص شانا هحطه في بتاعي. بيقول لي طب انت عايز يظهر اليوزر وهو بيتسطى بقاوة لا فانا عشان الفيديو هنا هقول له اه اون عشان نشوفه ان بيبدأ معايا. لكن انت في الطبيعي بتاعك بتخلي اوفه. الابديت بتاعك كفين? انا هقول له خليه الابديت عن طريق انت ما فيش مشكلة مش هغير فيه حاجة. طب انت لو الجهاز ده اللي هيصطب عليه عليه نسخة قبل كده. يعمل ايه يشيل النسخة القديمة? يعني انت بس هتنزل في الساعتاشر كان عندنا كفينه ستاشر. هقول له مسلا قولنا هي ان هو يشيله. طب الفيديو والكلام ده كل يشيله هو كمان? هقول له لأ اشانا انا مش هصطبه مسلا. هقول لأ ما تشيلش الفيديو والكلام القديم. البرجزة القديم الموجود. وهقول له ايه? نكست. هيبدأ يسأني على الاتفاقية بتاعته. طبعا مش عايزيه اليوزر يعمل اي حاجة. تمام? وهكذا بيتل ايه خطوة. طب انت عايز تكتب اسم المكان بتاعته. اللايسنز بتاعته. انا لأ ان المكان ده مسلا مسلا اكاديمي. هكتبه انا مسلا هنا. كأنك بتستطبه بس انت بتحضر الملف بتاعك. لو انت مجرد هتعمل شورت قاتل اليوزر يستطم منه في الاخر. وما يسألوش على اي حاجة. بس طبعا لازم اليوزر يباليه الحق بالميشن يعني تمام? عشان كده احنا دايما مفهود نلجأ لها ان احنا عن طريقه جروب بوليسي يستطب اوتوماتيك. مغير اي تدخم من اليوزر. بس تاني انا هنا هاشرح ان اليوزر هعمل ده بالكليك عشان نشوف النتيجة بتاعته. انا كده خلصت الحاجة بتاعتي اهي مفهود هتطلع لي السامري بتاعها واعادل الكونفيرجيشن انت عاملها. طب الفايل ده انا هعمل في ايه? المفروض من الفايل ده بقى انا هسايفه. هقول له فينش اوه. هسايفه عندي عشان ابدأ ايه? احطه في الشغل بتاعي. هقول له اوه فوق. هيقول لي هسايفه فين? هقول له الاسم الماكين الفلاني هو تحت التاني اختيار. اوهن اكس اميل. شايفين يا جماعة? هتسمي ايه? انا حتى هسيبه الديفولت بتاعه زي ما هو. طب انت ممكن تغير الاسم زي ما انت عايز. هيبدأ يسايفه عندي على الجهاز بتاعي اهو. هقول له كيب. كده الكونفيرجيشن انا عملتها سايفتها اكس اميل لفايل عندي. هرجع اخد الفايل ده لان هاتبصه هتلاقي انا هنا هعدل في حاجة واحدة بس في الفيديو ده. هعدل في الباص. هحطه جواه الباص بتاعي. واحد يقول لي تما انت اخترت الباص من الاول. تمام بصه كده? كاتب لي هو ايه? اوه شايفين يا جماعة? الباص بتاعي هو اللي انا جايبه. شايفينه? لو انت عايز تعدل فيها هتخش تعدل فيها زي ما انت عايز. وبدي كل انت كنت اعملها. دي كل تاني دول السامبلز ايه? بتاعنا اللي احنا ايه? بنزلها مع دبلويمين تطول انا مش محتاجهم في حاجة. ممكن تمساحهم حتى لو انت عايز. الخطوة اللي بعدها. انا ده باتي هشرح ان انا ما عنديش السورس بتاعي. تمام? فانا حبدأ ان ازلو كمان. اول حاجة انا هعملها دلوقتي اهو. هوريها لكم. ادي الملف باتش هعمله. ده اللي انا هستطف به الوفيس بتاعي. اول حاجة انا ههو عمل ملف تيكست عادي. احديت اكستنشن بات. لو الناس ما تعرفش زي تعمل بات. واحقول له ازل اكستنشن. اهو. دوت بات. دوت تيكست. هخوش ادت. هبدأ اقول له الكمان بتاعي بتاعي. ست اوب. باك سلاش. كونفجر. اللي كونفجرشن بتاعي ملفة فين? اللي انا هعمله. اللي هو كونفجر و تيكست عاديل اهو. انا زهرت ال اكستنشن اهو شايفينه جماعة. اخدت كوبي. يبقى في الخطوة دي حضرت كمان الباتش بتاعي. تمام? عادي سايف ايوه. وحامسة حدود تيكست ده منه شايتحول ملفة باتش عادي. خلاص انت كده لو عندك السورس موجود في الفولدر ده. هتبدأ تسطب على كده على طول. طيب لو انا ما عنديش. هبدأ هنديله امر الاولاني ان انا هبدأ اعمل دولول للسورس بتاعي. هفتح الكماند برومت عادي عندي اهو. وهروح للبوس بتاعي اللي انا عامله. اللي انا الفولدر انا مشايره. هدي ساعتاشر. اللي جوان ملف الاسم ستاب اهو. تمام هدي ستاب مسافة. المرة دي انا حعمل ايه بقى? اول خطوة دي حعملها مرة واحدة بس ان انا حعمل دولول للسورس. وعن طريق مين? شاينزب السورس بالكونفجريشن اللي انا ايه اعملها. هبصوا يا جماعة دي فولدر متشاير وهو ما فيش اي حاجة شايفينه? والعمر بترانه هو ورا. لو رجعنا تاني للفولدر. هنلاقيه اوتوماتيك هيكاريت لي فولدر اسم اوفيس. هيبقى جوال ايه? جوال بتاعتنا السورس اللي حينزل. اهو ادي الوفيس الكاريت. لو دخلت جوه هنلاقي جوال فولدر اسمه دي اتا. وهيبدأ ينزل فيه بتاعه الملفات السورس بتاع الاوفيس نفسه. لو انت عندك السورس كممكن تحطه هنا اوتوماتيك وتشتغل. ادي 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 ملفات بتنزل اهي بتاعت الادش ان انا مختاره او الورج ان انا مختاره. يبقى انا كده خلصت الباتش حضرته حضرت السورس نزلته دامو او اخدته كوبيو بيست حسب الشغر بتاعك. الخطوة اللي بعدها هروح على الجهاز اللي هو اللي هستطب عليه الاوفيس بتاعك. اللي هو عليه مفروض اليوزر هيوعد عليه. وعشان زيلي التأكير يا جماعة انت دايما في الشغر بتاعك حط في الستأب ده دي ملاحظة اه. احط بقابليه البوش بتاعه اللي هو باك سلاش باك سلاش اسم الكمبيوتر والفولدر الشير. او اعمل زي ما انا عامل في الفيديو بتاعي ان انا حشرح ان انا عامل ماب درايف وحاطر جواه الشرس هده. اهو حاجة هنا اهو احط البوش بتاعي عشان يبعارف انه هتشتغل ازاي. ينفع كده ينفع ماب درايف زي ما انت عايز. تمام? هروح بقى على الجهاز العليه ويندوز تين وابدأ اشتغل عليه. هدي بصو الجهاز ويندوز تين في الاول اهو جماعة انا هوريكو اهو لو فتحنا اللي اللي عليه معلوش اوفيس. تمام? لو دخلنا على كنترل بانيل كمان. هتلاقيه ان ايه فعلا انا مش مسطب عليه اوفيس. شايفينه? طب هبدأ رن الفايل الباتش بتاعي اهو. رن. هو كتب بتاعه. طبعا ده هيحتاج اللي يوزر انا دخل عليه ده يوزر عادي. فانا هديره هنا بس البرمشن بتاع ايه? الاكاونت بتاعه. لو انت عامل بجروب بولس مش هتحتاج الخطوة دي. هتعملوه كل ده في الباتجراوند. انا باوريكو بس ايه اللي بيحصل. هيبدأ يسطى بالاوفيس اهو. جابوا من اين? جابوا من الملف الكونفجرشن فايل. وعرف السورس فولدر منه ايه منه. اهو ادي انو سيلينج للاوفيس. هيعتمد دلوقت بتاعه على ايه? على سرعة الجهاز بتاعه كمان. هيعتمد كمان على سرعة النتورك عندك. اليوزر ما عملش اي حاجة. بصوا. اوتوماتيك هو كاتب ايه? كاتب نواه ينزل اوتلوك. ينزل الورد. ينزل الاكسل. احنا شرحين في الفيديو قبل كده. ازاي نعمل منجمينت للوفيس. بنزل الادمنستراتف توليز بتاعته. جوه جروب بولس. ويبدأ اعمل كنفجرشن. فممكن تكون انت كمان ايه تعملها عنده. كل ما انا حاعمله انا حسنى بلقي ايه? بيخلص بتاعه مش اكتر من كده. بتاع بيخلص صحوة بتاعنا. لو فتحنا الصارت بقى دلوقتي يا جماعة هنلاقي ايه? او نزلنا تحت كده ادي الاكسل اهو الاوفيس بتاعنا افتس سعتاشا نزلنا. اليوزر حيبدأ يشتغل عادي خالص عليه. ادي الاكسل بيفتح. تمام? بتاعتنا اهيه. خلاص ادي الاوفيس شكرا. شكرا.